وتحل اليوم الذكرى الثانية لاندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في تغيرات سياسية كبيرة على صعيد العلاقات الدولية كما تسببت الأزمة في تحديات اقتصادية كبيرة طالت في معظمها معدلات النمو الاقتصادي لسيما في الدول النامية والنشئة عامان على الأزمة الأوكرانية ومعارق ضارية أصفرت عن مقتل الآلاف من روسيا وأوكرانيا وتشريد الملايين وتدمير مئات المدن والبلدات الأوكرانية وتهديد الأمن في المدن الروسية المحاذية لأوكرانيا بل والعاصمة موسكو في بعض الأحيان الأزمة التي تسببت في صدمة عالمية بعد قرار روسيا إطلاقها عملية عسكرية خاصة في الشرق الأوكرانية حملت في طياتها العديد من الأزمات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية فانخفضت توقعات النمو الاقتصادي العالمي بشكل حاد وتناقصت السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق العالمية قبل استقرار أمرها بشكل نسبي بمرور الوقت الاستقرار وإن طال مسألة أسعار المواد الغذائية إلا أن تغيرات جذرية ترأت على الوضع الاقتصادي الدولي على خلفية فرض عقوبات غربية متعددة على روسيا ومنع استراض الغاز منها وما تبعه من تغيرات أخرى على مستوى تعزيز الإنفاق الدفاعي لدول شماد الأطلنطي ليصل إلى 2% كحد أدنى من الناتج الإجمالي المحلي لكل دولة عضو في النيتو الأزمة في أوكرانيا أثارت مخاوفها إلى خلال عامين عندما اقتربت في أكثر من مناسبة من حافة الصدام المباشر الواسع بين روسيا والنيتو وفي مقدمته الولايات المتحدة إذ خططت روسيا لحرب خاطفة وسريعة تسيطر عليها سريعا على أوكرانيا للدفاع عن مصالح موسكو وفرض واقع أمني وعسكري وسياسي جديد في أوروبا يدفع الغرب للجلوس على طاولة مفاوضات لإبرام صفقة شاملة لكن سرعان ما تحولت العملية العسكرية الخاصة إلى حرب شاملة هاجينة بين روسيا والغرب استخدم فيها الطرفان كل أنواع الأسلحة والتيكتيكات فظهرت أسلحة جديدة مثل الطائرات المسيرة والمسيرات الهجومية والمسيرات البحرية واختبر فيها الطرفان أسلحة فضائية استعدادا لمراحل قادمة من الصراع وفي وقت تعددت فيه المكاسب الروسية داخليين وفي أوكرانيا من خلال اختبار قدراتها على السمود اقتصاديا في وجه الغرب وربما التحرر من أي التزامات سابقة بشأن تعزيز انتشارها الاستراتيجي والاقتصادي احتاجت موسكو إلى عامين كاملين لتقر في بداية 2024 بأن المواجهة غدت حربا كاملة مع الغرب وأن تداعيتها امتدت لتشمل كل مناحي الحياة كما أنها غدت وهي كذلك بالفعل منعطفا لإعادة رسم خراءة النفوذ وموازين القوى وإعادة هيكلة الخطط السياسية والعسكرية والاقتصادية